قدمت القافلة الطبية بمدينة زفتة بمحافظة الغربية خدماتها لألف وثلاثمائة وسبع حالات وذلك بالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء لدعم المبادرة الرئاسية حياة كريمة كما شهدت القافلة التي شاركت بها جامعة طنطة زراعة خمسين شجرة ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة مليون شجرة إضافة لمحو أمية 25 مواطنا ومحاضرات عن مناهضة العنف ضد المرأة إلى جانب توزيع 750 نموذج امتحان للشهادة الإعدادية لأبناء مدينة زفتة ومحاضرات توعاوية في التغذية والإسعافات الأولية في حالة الطوارئ